هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت هنا تشبيه للتوضيح تشبيه يراد به بيان فضل الذكر والتحذير من الغفلة عن ذكر الله وأن مثل الذاكر مثل الحي ومثل الغافل مثل الميت وهذا يدل على أن الذكر حياة القلوب لا تحيى إلا به لا تحيى القلوب إلا به ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يشبه حاجة القلوب إلى الذكر من أجل أن تحيى بحاجة السمكة إلى الماء فالقلب إنما تكون حياته الحقيقية بالذكر لله بالذكر لله سبحانه وتعالى فالذاكر لله عز وجل مثله مثل الحي والغافل عن ذكر الله مثله مثل الميت لأنه ثاقد للحياة الحقيقية حياةه بلا معنى المعنى الحقيقي في الحياة الدكر لله سبحانه وتعالى الدكر لله سبحانه وتعالى هو الذي به حياة العبد الحقيقية في رواية لمسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والمي وهذه الرواية فيها حث على الاكتار من الذكر في البيوت وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تجعل بيوتكم ماذا؟ قبورة الغفلة فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى فالبيت الذي لا يذكر الله فيه مثله مثل ميت فإذا كان حسب الرواية الأولى الغافل عن الذكر نفسه هو مثله مثل ميت والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل البيت مثل ميت كما في الرواية الثانية فيكون الغافل في بيته كالميت في المقبرة كالميت في المقبرة هذا يتضح من من الروايتين الحاصل أن الذكر حياة القلوب حياة العباد طمانينة النفوس راحة الصدور الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب نعم نعم ترجمة نانسي قنقر